حتى اللحظة في ملابسات العملية أبرز ما جاء هو ما كشفته إذاعة الجيش الإسرائيلي يوم أمس وتحدثت عن أن العملية كانت في وقت قصير أو تم التخطيط لها في وقت قصير ولم تكن من العمليات بعيدة الأمد أي التي كان يمتلك جهاز الاستخبارات العسكري معلومات مؤكدة عنها منذ فترة طويلة تقول إذاعة أن جيش الاحتلال تلقى المعلومات الأولية في ساعات الظهيرة قبل ساعات قليلة فقط من موعد العملية ثم وجه هذه المعلومات إلى رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي الذي بدوره نقلها إلى المستوى السياسي وأعدت الخطط لتنفيذها بصورة سريعة يدعوت أحرنوت ذكرت أن الطائرات الحربية التي قصفت الهدف هي طائرات من نوع F-15 ما دون ذلك كانت تصر التصريحات الإسرائيلية على بعض التهديدات على حالة من النشوة يمكن أن نقول أيضا ولكن أيضا حالة من الترقب لما هو قادم المتحدث باسم الجيش العسكري شدد على أهمية أن يبقى الإسرائيليين أن يبقى الإسرائيليين مطلعين على التعليمات التي قد تصدر في أي لحظة وأيضا وزير الأمن يؤف جالنت كان قد شدد على أن هذه العمليات ستستمر خلال الأيام القادمة عبد القادر جالنت بعد الاستهداف الإسرائيلي تلقى اتصال من وزير الدفاع الأمريكي يؤكد فيه على مساندة الولايات المتحدة لإسرائيل وأمنها هل يفهم هذا على أنه ضوء أخضر للمزيد من العمليات؟ على الرغم من أن بقية التصريحات الأمريكية العلنية حتى اللحظة تتحدث عن أن هناك أمل بأن يتم التواصل أو أنهم يفضلون الطريق الدبلوماسي أن الإدارة الأمريكية تفضل الطريق الدبلوماسي ولكن تحديدا حول هذه النقطة كانت قد تحدثت أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية نقلت عن مصادر إسرائيلية إيمانها المطلق بأن الطريق نحو التسوية لا يمر إلا من خلال الطريق التصعيدي بمعنى أن إسرائيل تأمل أنها تستطيع أن تقنع حزب الله بتقديم تنازلات معينة تتعلق بالمسار السياسي بمنأة عن مسار جبهة غزة وذلك من خلال التصعيد على الجبهة اللبنانية ثم محاولة التوجه إلى مسار تفاوضي أو مسار سياسي هذا ما أبلغ به مسؤولون إسرائيليون الإدارة الأمريكية لكن هذا الطريق كان قد تطرق له الأمين العام لحزب الله تطرق له بكل صراحة قال إن إسرائيل حاولت حتى بعد تفجير الأجهزة اللاسلكية إقناع حزب الله بالتخلي عن جبهة غزة بالتوقيف عملياته في مقابل وقت التصعيد على جبهة لبنان وهو ما رفضه الحزب في ذلك اليوم الآن لا تزال إسرائيل مؤمنة بهذا الطريق الولايات المتحدة كل الخطاب الذي تقدمه وخطاب دفاعي بمعنى أنها تتعهد كالعادة بالدفاع عن أمن إسرائيل وما إلى ذلك وتتحدث عن احتفاظ إسرائيل أو عن حق إسرائيل ما يسمونه بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها لكن على المستوى الدبلوماسي وعلى مستوى التصريحات الأخرى التي جاءت من مسؤولين أمريكيين فهي تتحدث عن تفضيل المسار الدبلوماسي على المسار العسكري على جبهة لبنان وعلى أي مسار قد يقود ربما حتى إلى تصعيد إقليمي